جزاكم الله خير وهم يأسم الإنسان الذي لا يخشع قلبه في الصلاة ولا يتدبر عظمة الخالق وهو يجمع هم ويفتهد حتى يخشع قلبه لكنه يجد حائدا بينه وبين ذلك نرجو إجابة الشافية عليه بالاستعادة بالله من الشيطان العظيم ومحاولة إحضار قلبه في الصلاة وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتجنب المشوشات وتتشوش عليه صلاته وسيجد إن شاء الله الفائدة إذا حرص على ذلك أما الإنسان الذي يصلي وقلبه مشغول بغير الصلاة فهذا لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها إلا أن حالة السائل والله أعلم أنها من الوسواس والوسواس إذا لم يرتفت فيه لا يضره إن شاء الله إنما الكلام الذي يصلي وهو يشتغل بأمور الدنيا وبالبيع والشراء وأمور الدنيا هذا هو الذي لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها وما حضر قلبه فيه أما الوسواس هذه هي بغير اختيار الإنسان ولا تذره إن شاء الله لكن يحاول دفعها مهما استطاع